السلام عليكم كما تحدثنا في الفيديو السابق كان طبعا قبل مدة طويلة عن اللي هو تغييد المحتوى تغييد المحتوى هذا مهم جدا 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 فلازم تعرفوه وتتعلموه حتى لا تقع في مشاكل مع ريد بابل طبعا تغييد المحتوى طبعا بكون هو للأشخاص البالغين فأي منتجات تصممها أنت أي ديزاين خاص بالأطفال المفترض أنك توقفوا ما تفعلوا في حالة تغييد المحتوى طبعا تواصلوا معي أشخاص كثيرين وصلتني تعليقات كثيرة أن الشرحة اللي كنت أنا عامله غير صحيح فأبريكم الآن الطريقة اللي بقدر أغنعها بأغنع بها نفسك لأنك أحيانا بتكتب أشياء ما لها أي صحة من الأساس فكيف تقول لي التصميم حقي أنه اللي هو الكريئة عفوا لو مشينا للصفحة الرئيسية أنا بتحدث عن اللي هو الميتر كونتيكت التغييد بتاع الموحة فأنا لما أنزل أصفل الصفحة في حسابي زي ما شايفين هنا الميتر كونتينت فيزاول هذا بيدل على أنه الحساب حقي أي شخص يقدر يدخل ويشتري من حسابي هذا لو كان فيزاول لو أنت ضغط عليه عملته هيدين ما في أي شخص بيقدر يطلع على حسابك مهما ترفع من تصاميم ما في أي شخص بيكون حسابك معروض له منتجاتك عشان يشتري منك لأن حسابك مكتوب عليه هيدين لما تضغط عليه هيدين بيجيب لك فيزبول اللي هو بمعنى أنه مرئي فيزبول متاح للبيع anybody can buy from your store if your store is visible like this if you press visible nobody will able to buy from your store because it's hidden right now so please press heading and then your status will compare to visible تمام فنمشي لنتحدث بطريقة أوسع عن تغييد المحتوى الأشخاص اللي دون 18 سنة لو عندك أي تصاميم نفسه مخصص للأشخاص فوق 18 سنة يعني الأشياء اللي خاصة بالعنف الأشياء اللي خاصة بأشياء غير أخلاقية أي شيء للأشخاص البالغين فهذا بأوريكم من وين بتقدر تعمله فالآن فرقوا لي بين الميتجر كونتينت وبين اللي هي اللي بتكون هنا تغييد المحتوى للأشخاص اللي بالغين هذه اسمها الميتجر كونتينت تمام فهذه من داخل التصاميم نفسها من داخل التصاميم لما تدخل تعمل edit على أي تصميم أو تعمل upload لأي تصميم جديد فهو بيزلك بالأسفل هل هذه الميتجر كونتينت؟ نوذيتي أو ليغالي أدلت لانجويش الكحول أو درقس أو درقس أي شيء خاصة بالعنف الكحول الدرق الأشياء التنسية اللغة اللي خاصة بالبالغين يعني الأشياء الغير أخلاقية تمام تمام فلو أنت ضغط على ياس أو عفوا عفوا لو ضغط على ياس if you press yes that mean you will upload your design content loadily or lingering or other language or alcohol or drugs or blood or gum and all these should and first cancel or delete anything that will be for kids or under 18 years old just press edit here and anything for kids just take it out like this one kid press here and press here and anything that mean kids please don't enable this one for kids and also locate here شباب أي شيء خاص بالأطفال الأفضل إنك توقفوا ما تعملوا تفعيل يعني عندك اللي وقفتها بالأعلى اللي كانت هنا أي شيء خاص بالأطفال شيلها برا لا تعمل عليها صح عشان الأشياء اللي خاصة بالبالغين يكون فاضل للبالغين تمام حتى الماسك اللي خاص بالأطفال هذا لو كان خاص بالأطفال أعمل له disable عشان لا تبيعه وبعدين أضغط على yes وأضغط على save and then press to yes and then save your work after after that Redbubble team support will audit your all design and they will confirm with you about 24 until 72 hours and then your work maybe they will accept it or not شباب بعد ما تضغط على yes إن محتوىك محتوي على أشياء جنسية أشياء أو لغات خاص بالبالغين أو أي تصميم خاص بالكحول أو اللي هو الدم أو الأسلحة حتضغط على yes وبعدين تضغط على save your work فهم بيقوم بمراجعة الحاجة اللي خاصة بالبالغين هذه أو هذا التصميم وخلال 24 ساعة إلى 72 ساعة برسلو لك إيميل إنه هل حساء اللي هو التصميم حقك تم قبوله أو لا فإنت ما تستعجل في الإجابة أما لو كان التصميم حقك ما بيحتوي على أي من لغات البالغين أو العنف أو كذا يعني مثل التصميم هذا هو عبارة عن فغط بالم اللي هي شجرة عادية فأنا حضغط على no يعني my design will not أه اه و أه أه اه أه 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 بعد ذلك أحفظ على التصميم حقك وهم راح يعرضوا لك مباشرة للبيع بعد ذلك يا شباب زي ما قلنا أحفظ العمل حقك هذا باختصار اللي هو المحتوى الخاص بالبالغين فما له علاقة يا شباب هنا لما تضغط على هذا الشيء راح يخفو حسابك بالكامل هذه خليها دائما مرئية حسابك هذه بتحصلها في حسابك الرسمي حسابك الرسمي أتمنى أنه تكون هذا الشيء مفيد لك وأتمنى تعمل لايك للفيديو وشاركه مع أصحابك عشان يستفيدوا من الريد بابل وتغييد المحتوى وإخفاء وإثار الحساب للبيع وبالتوفيق لك في أمان الله